كمية الجرعات لم تعد تلب احتياجات مرضى السكري بمركزه الخاص به في سبعة أمام أكثر من مئات وعشرين مريضا يترددون يوميا على المكان طوال أيام الأسبوع وبشكل منتظم يمضي العمل في المركز والرقم المذكور يعكس الأهمية الكبيرة لها خاصة أن معظم المصابين يعتمدون عليه بشكل أساسي في توفير الأدوية وجرعات الأنسلين الأنسلين طبعا معروف مجرد ما يخف شوية بصير عليها ضجة مشكلة ولكن حقيقة كل ما يبدأ متوفر موجود عندنا يوميا يتم الصرف من شباك الصرف عاملين طبعا إحصائيات عندنا الصرف بإحصائيات ما يتم الصرف هذا يتم الخروج من الصيدلية المركزية للصيدلية الداخلية بالمركز عن طريق إدنات استلام وصرف عدد كبير ومتطلبات أكبر خاصة مع أعداد النازحين من مناطق أخرى لا سيما أن المرضى يجدون الأدوية الخاصة بالسكري باهضة الثمن في الصيدليات التجارية لذا يبدو القائمون على هذا المركز جهودا مضاعفة لوصول الأدوية إلى مستحقها سنين والله يناخد فيه اللي مبرى دوى السكر تعمل بين غير يبقوا لنا حق الحق نشره 25-30 والحمد لله كده بعد وفره وقال لموني قدت نعجل نمشي والله ينجي فيه لنشحات من الناس مراتنا لكن بارك الله فيهم بعد يوفروا فيه لنا كويس الحق معاملة كويسة وانترددوا كان عندهم يعطفين كان معاملة يقولون تعالوا لأسبوع الجاي ورأسبوع اللي بعد وحيانا متوفر وحيانا ما متوفر هذا اللي موجود وناس يعملوا فيهم عاملة كويسة ما قصروا معنا كان فيه تقسير من الحكومات استمرار العمل بمركز سبهة لتشخيص السكري وعلاجها عن طريق توفير كافة الأدوية والمستلزمات الضرورية له من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المرضى الذين يتكبدون صعوبات جمة من أجل الحصول على علاج خاص في ظل استمرار أزمة نقص السيولة ترجمة نانسي قنقر